هل هناك حل سياسي جذري يجري الاعداد له في الافق القريب للازمة الليبية ام انها مجرد تحركات للوصول الى التفاهمات وللعودة فقط الى طاولة الحوار لضمان عدم خروج المهزومين من المشهد في المرحلة المقبلة وتسجيل حضور دبلوماسي لبعض دول الجوار ودول فاعلة في الملف الليبي هذا ما كشفته تحركات دول وشخصيات خلال اليومين الماضيين عقيل صالح استقبل في الجزائر حيث استمع الى الموقف الثابث لها الداعي الى الحوار من اجل الوصول الى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية بعيدا عن التدخلات العسكرية الاجنبية بحسب وكالة الانباء الجزائرية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اكد في تصريحات صدرت عنه قبيل زيارة صالح ان بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف الليبية وان بلاده ليس لها اطماع في ليبيا مع حديث له عن قبول الاطراف الليبية للجهود الجزائرية لجمع كل الليبيين على طويلة الحوار فيما تحدث عقيلة عن دور محوري للجزائر في البحث عن حل للأزمة الليبية انه قد اطلع على المبادرة التي قدمت منا وآلنت في مصر وانه سيبدل كل قسارة جاهدي من اجل جامع شمل الليبيين وجامعهم على طاولة الحوار والوصول الى حل طبقا لمخرجات متبذلين التحرك الجزائري يراه البعض سعيا لمنافسة مصر واثبات قدرتهم على التأثير في ليبيا على الرغم من عدم انخراطهم عسكريا في الصراع الدائر فيها فيما يسعى صالح الى حجد الدعم لمبادرته التي اختطفها منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اضافة الى سعيه لتأمين مستقبله السياسي من جهة اخرى فتحت الاتصالات بين الرئيسين التركي والروسي الطريقة امام انطلاق المباحثات للتفاهم حول الملف الليبي بين الدولتين المنخرطتين في الصراع الدائر بين الاطراف الليبية والذي ادى الدعم التركي لحكومة الوفاق بعد توقيع اتفاقيات ثنائية بينهما الى تغيير موازين القوى على الارض وتراجع العدوان عن اسوار ترافلس وفي سياق تطورات التفاعل الروسي التركي فيما يخص ليبيا يجري التحضير لاجراء مشاورات بين البلدين حول تطورات الوضع في ليبيا من اجل تعميق التفاهمات التي توصل اليها الرئيسان في وقت سابق التفاهم التركي الروسي يرى مراقبون ان الحاجة اليه تأكدت عقب وصول قوات الوفاق حليف تركيا في ليبيا الى مشارف مدينة سيرت وقاعدة الجفرة والذي افشل عدوان حفتر على ترافلس بعد اكثر من سنة من بدئه والذي كان مدعوما من مرتزقة الروس لا يزالون يقاتلون معه في سيرت مواقف دول جوار ليبيا الجزائر وتونس التي تؤكدان عدم انحيازهما فيما تجاهر مصر الجارة الشرقية بدعم حفتر سياسيا وعسكريا مواقف هذه الدول تأثرت بالتطورات الجديدة على الارض فيما يرى مراقبون ان تركيا وروسيا تسعيان الى ضمان تحقيق مصالحهما دون صدام بينهما على الارض الليبية ترجمة نانسي قنقر